وحول مكافحة الفساد في الموصل أكد الخياط أن خلية الأزمة بدأت بالإصلاح الإداري من خلال الاستعانة بخبرات جديدة تمتلك المهنية والكفاءة بعيداً عن القرابة والواسطات خلية الأزمة تهتم بالإصلاح الإداري وفعلاً بدأنا بهذا الملف حسب الصلاحيات المخولة لنا من قبل دولة رئيس الوزراء نؤكد أنه وأكدنا على كافة الدوائر أنه يجب الاستعانة بخبرات جديدة تمتلك الخبرة والكفاءة والمهنية لا قرابة لا صداقة المهم هو العمل الجيد والمهنية الجيدة لأن الوقت صعب والتحديات كبيرة ونحتاج فعلاً إلى خبرة وكفاءة في هذا الملف فالإصلاح الإداري قادم والتغيير قادم في كل الملفات الإدارية